سلاحكم الرئيسي سيكون الإرادة والتصميم الانضباط الضبط والربط البنية الجسدية والعقلية بهذه الكلمة المتضمنة عبارات الإرادة والتصميم والضبط والربط بدأ رئيس الوزراء عمر الرزاز زيارته الأربعاء إلى أحد المعسكرات الشبابية لمتدربي برنامج خدمة وطن في محافظة الزرقاء نقوم على تدريب المشاركين في المشروع نخبط من الضباط وضباط الصف الأكفاء المتواجدين داخل الكلية يتوفر في الكلية ميادين تدريب مختلفة ميادين تدريب مشاه ميادين تدريب لياقة بدنية ميادين تدريب ريمائي EST 2000 كذلك يتوفر في الكلية مساعدة التدريب من قاعات صفية مجهز بشاشات عرض وداتا شو يتم تأهيلهم بشكل كامل لمدة 30 يوم برنامج موسع يتضمن أيضا برنامج بإضافة تدريب العسكر محاضرات تثقيف وطني ومحاضرات أمنية ومحاضرات أسعافات أولية بعد الشهر إحنا راح يتم إرسالهم مدربين جاهزين للتشغيل والتدريب المهني حسب محافظاتهم وحسب التنسيق ما بين التشغيل والتدريب المهني مع القيادة العامة ومع وزارة العمل أم المتدربين أعربوا عن أهمية برنامج خدمة وطن لمستقبلهم اسمي له جهاز مصباحة وحجلة جيت عشان فرصة عمل وجيت عشان تدريب عسكري وأكسب بني جسمية التلميذ العسكري ما تسمى الله محمد مصطفى سجلنا ببرنامج خدمة وطن عشان نحصل على فرصة عمل نتعلم مهني نخدم فيها وطننا وأنفسنا أنا عبدالله داران محمد قدمت خطوة وطن للعمل لسوق العمل وسجع كل واحد كل مواطن أردني الشاب أردني يقدم خطوة وطن كما زار الرزاز مركز التدريب المهني للإناث المشاركات في البرنامج والطلعة على سير التدريب كلهم شباب في ريعان العمر ومصممين إن شاء الله بعضهم عندهم ماجستير زي ما حكينا بعضهم باكالوريوس بس كلهم بدهم ياخدوا مهارة محددة اللي يقدروا يشتغلوا فيها ويدخلوا سوق العمل وكذلك النشميات اللي زرناهم اليوم في مجالات مختلفة أيضا بعضهم عندهم ماجستير وباكالوريوس وبالتخصصات بس أتوا إلى هنا لأنهم بدهم فرص عمل المتاحة في السوق فنحن نحيي شبابنا وشاباتنا ومنقول لهم إيدنا بإيدكم وندعو القطاع الخاص أن يراقب هذا الفوج والأفواج القادمة لأن هذا فوج من الشباب والشابات مصممين على العمل ومصممين على الإبداع وإحنا معهم وسنساعدهم كل خطوة في هذه الطريق وبينت المدربات والمتدربات في البرنامج إلى أهميته في ظل تزايد البطالة طبعاً البرنامج مدته قصيرة 300 ساعة 300 ساعة هدولة بتكون منهم ضمنهم 70 ساعة نظري و230 ساعة عملي في نهاية البرنامج بيصير أنه فيه امتحان للصبايا هون العشرة المتفوقات منهم هون بيطلع لهم إن شاء الله توظيف حسب ما المشروع بيرتأي وان بدون يحطهم بالإضافة واللي أكتر من هيك لأن كل الصبايا هيتطلع لها شهادة مزاورة اللي بتأهلها أنها تشتغل في صالون خاص ممكن صالون تتوظف فيه أو تفتح صالون خاص فيها بشهادة هالمزاولة اللي هي بتحصل عليها عمري 24 سنة خارجة وكرورة صحفة وإعلام من جمعة الزرقاء الخاصة دخلت هذا البرنامج لأنه ما فيه وظائف ممكن أفتح مشروع وأستفيد من هالبرنامج أنا سار الخلايلة عمري 18 سنة على مقاعد الدراسة حالياً بصفة 9 سجلت بالبرنامج جهاد عشان أساعد وطني وأكون عنصر فعال في الوطن الجدير بالذكر لأن برنامج خدمة وطن يهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مدار سنتين في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة رامل عيسى الحقيقة الدولية